ما هي المبادرة الشعبية؟ تمنح المبادرة الشعبية المواطنين فرصة المشاركة مباشرة في عملية صنع القرار. في بعض البلدان يمكن للمواطنين حتى اقتراح قوانين من تلقاء أنفسهم. يمكن أن تتعلق بأي شيء من تقييد حدود السرعة أو تكييف أسلوب إنتاج الطاقة إلى إدخال تعديلات على نظام التعليم. وكيف يتم إطلاق المبادرة الشعبية؟ بعد عرضك للفكرة وإخضاعها للفحص من قبل المسؤولين للتأكد من قانونيتها، عليك القيام بحملة لحشد الدعم لها. في سويسرا مثلا، إذا تمكنت في فترة زمانية معينة من تجميع مائة ألف توقيع على الأقل لدعم مقترحك، فلابد من طرحه للتصويت على الصعيد الوطني. يمكن إطلاق مبادرات المواطنين حول قضايتهم البلاد بأسرها أو تخص الكانتون أو البلدية. هل هي خاصية سويسرية فقط؟ لا، يتم إطلاق المبادرات الشعبية أيضا في بلدان أخرى مثل سلوفينيا، تايوان، وأوروغوي. ولكن في العديد من البلدان مثل ألمانيا والولايات المتحدة، تنحصل المبادرات في النطاق المحلي ولا تؤدي إلى إجراء تصويت على الصعيد الوطني. في فنلندا يمكن للناس إطلاق ما يسمى بمبادرات جدول الأعمال التي لا تعرض على التصويت الشعبي، بل يتم التداول فيها من قبل البرلمان. جميع مواطني الاتحاد الأوروبي البالغين سن التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي يمكنهم تنظيم مبادرة. عليهم أولا تشكيل لجنة مع سبعة من مواطن الاتحاد على الأقل يعيشون فيما لا يقل عن سبع دول مختلفة من دول الاتحاد. بمجرد تجميع بيانات الدعم الكافية، يتعين على الاتحاد ملاقشة هذه القضية، ما يمكن أن يؤدي إلى تغيير في القوانين. وبالتالي فإن المبادرة الشعبية حق ديمقراطي خاص جدا، إذ يتيح للمواطنين إبداء رأيهم في الطريقة التي تدار بها بلادهم.